وصل عدد النازحين من مناطق القتال الغربي الموصل إلى حوالى 100 ألف وفق ما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية مشيرة إلى أن النازحين يتم نقلهم إلى مخيمي الحاج علي ومدرج المطار في ناحية القيارة فضلا عن مخيمي حسن شام وجمروك التابعين لمحافظة إربيل يأتي ذلك في حين عبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها من نزوح حوالى 40 ألفا من سكانها في الساعات الثمانية والأربعين المقبلة وقال مسؤولون في مجال الإغاثة إن عدد النازحين كبير وأن ما يقدم من مساعدات لا يتناسب مع أعداد القادمين منهم من بغداد معي دكتور فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق عن نازحين العراقيين والخبيل القانوني في مجال حقوق الإنسان مساء الخير أهلا بك معنا دكتور فاضل أين الخلل الذي نتحدث عنه اليوم أو سوء التنسيق على الأقل لماذا اليوم هناك تحذيرات وبينما كنا نتحدث عن هذا الموضوع منذ فترة طويلة خاصة مع احتدام المعارك الغربي الموصل بالأيام الأخيرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولكل مشاهدين رغم التحذيرات الكثيرة والإنداءات الإغاثة الإنسانية التي أطلقت من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية والإشكاليات التي حدثت في موضوعات إمكانية حدوث موجات نزوه كبيرة في حالة حدوث حرب داخل مدينة الموصل على وجه التحديد وخاصة في المناظق ذات الكثافة السكانية العالية الاستعدادات لم تأخذ محمل الجد كان هناك الأولوية للجنب الأمنية وبالتالي كان هناك عرقلة في الجهود الإنسانية وكذلك لم تأخذ هذه الاستعدادات في موضوع تنظيم معسكرات الإيواء بما يتناسب مع إمكانية حدوث موجات نزوه وبالتالي عدد المعسكرات التي أقيمت لا تتناسب طرديا مع الكم الكبير من النازحين الذين بدأوا يتهافتون على هذه المعسكرات وأقسم من المعسكرات امتلأت بالكامل وقدر الاستيعابية لا تستطيع أن تقوم بعملية استقبال عدد أكبر منهم وبالتالي يجب التفكير بشكل مباشر بإجراءات بديلة يعني هذا ما عبرت عنهم فوضية الأمم المتحدة بأن هناك توقع لنزوه حوالي أربعين ألف خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة نهيت حديثك الآن بخطط بديلة ما هي الخطط البديلة؟ يفترض الآن أن تتجه القوات الأمنية وكذلك المؤسسات المعنية بالغوث الإنساني إلى نقل النازحين إلى مساحة الساحل الأيسر وكذلك إمكانية استضافتهم من قبل السكان المدنيين المتواجدين في الساحل الأيسر ونقلهم أيضا إلى أماكن الإيواء في المناطق التي تم تحريرها في أطراف مدينة الموصل بغية تحقيق عملية توازن بين ما موجود بالمعسكرات وبين مساحة الإيواء التي توازدت في المناطق التي تم تحريرها خاصة أن يوم موجات النزوح سوف تستمر كلما اقتربت عمليات تحرير مدينة الموصل والساحل الأيمن على شكل خاص وكلما ازدادت العمليات قساوة وكثافة سوف تكون هناك هذه الموجات وبالتالي أعتقد المشكلة الأساسية تتعلق في موضوع إنشاء ممرات الإيواء وممرات الأمنية الخاصة في نقل النازحين باتجاه الساحل العيسر والمناطق التي تم تحريرها بشكل مباشر وكذلك الطلب بشكل عاجل من قلات الغوث الدولي وكذلك وزارة الهجر والمهجرين بإمكانة إقامة معسكرات وحتى لو كانت أولية قادر على استيعاب هذه الموجات والتفاعل الإيجابي معها وكذلك تجهيزها بكل المؤن والمستلزمات الأساسية والمتطلبات الخاصة في موضوع المساعدة الإنسانية سواء من ناحية الغذاء والدواع والحليب الأطفال والمياه المعقمة صحيح خاصة بأن مسؤولي الإغاثة تحدثوا عن أن أغلب هؤلاء النازحين من النساء والأطفال نتحدث عن شيء قريب من كل هذه أي كما قلت حضرتك معسكرات أماكن حتى لو كانت مؤقتة مؤن خاصة فيما يتعلق بالأطفال نتحدث عن مساعدات قريبة جهود قريبة أعتقد أن هناك أطلقت عدة ندات غاثة إنسانية للمجتمع الدولي بغية جلب هذه المساعدات وطلب من قبل الحكومة إنشاء خلية أزمة خاصة تتعلق في موضوع الغوث الإنسان على وجه التحديد وطلب من منظمات المجتمع المدني العامل على تقديم هذا الدعم بتكثيف جهوده وتقديم الدعم الأساسي الإنساني بالنسبة للنازحين في مساحة داخل الساحل العيمن على وجه الخصوص وكذلك إمكانية نقل هذه النازحين إلى أماكن قد تكون في مدينة أربيل أو مدينة صلاح الدين وبالتالي نحقق عنصرين إيجابيين الأساس في هذا الموضوع هو المحافظة على حياة النازحين وتقليل معاناتهم الأساسية وكذلك نقلهم إلى أماكن آمنة يستطعون بها إمكانية تلقي المساعدة الأساسية بشكل مباشر من قبل هذه الوكالات وأعتقد أنهم في الأيام القادمة سوف نشهد عمليات وتكتيكات أخرى في التعامل مع موضوع الغوث الإنساني التي سوف تفرضها المساحات الخاصة في موضوع موجات النزوح القادمة وبالتالي لا تستطيع هذه المخيمات أن تستقبل هذا الكم وبالتالي يجب أن تكون هناك هذه الخطط البديلة القادرة استيعاب الكامل الكبير من هذه الموجات وبنفس الوقت أيضا هناك إمكانية في تقديم الغوث الإنساني المباشر من قبل وكالات الممتحدة هل ممكن أن نتحدث أو نعرف رقم معين فيما يتعلق بعدد النازحين من الأطفال والنساء تحديدا وعندما تتحدث عن إمكانية تقديم كل هذا حتى لو كان بشكل مؤقت وغير كامل ولكن على الأقل لتصرف حاليا بالموضوع نتحدث عن أي أماكن ممكن أن تتم فيها المساعدات هذه وإيواء هؤلاء نعم الأرقام اليومية بشكل يومي تتزاعد بشكل كبير جدا هناك أكثر من عشر تالاف شخص في اليوم يقومون بعملية النزوح اليومي بشكل مباشر في فترة سبوع من الفترة الماضية استقبلت مخيمات النازحين أكثر من ستين ألف شخص وأغلب النازحين هم من الفئات الهشة كالنساء والأطفال والعاقة وكبار السن أماكن الموجودة الآن التي من الممكن أن تستخدم أماكن البديلة هي منطقة القيارة وقاعدة الجوية في منطقة القيارة الأطراف الموصل في المناطق التي باتجاه غرب الموصل الساحل الأيسر بأكمله واعتباره أنه مسيطر عليه من قبل القوات الأمنية الأماكن الإيواء الموجودة في مدينة أربيل على شكل مباشر وبالتالي من الممكن أن تستقبل هذه الأماكن النازحين وتقدم لها المساعدات الأساسية بشكل مباشر أنا أشكرك جزيلا وبالتالي أعتقد الأماكن التي بي القيارة يعني بشكل خاص الأماكن المتوفرة الآن شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور فاضل الغراوي عضو مفوضيات حقوق الإنسان السابق عن النازحين العراقيين والخبير القانوني في مجال حقوق الإنسان